ولكن الهيئة بسبب ما سأذكره من تقصير قيادتها لم تستطع الدفاع عن المحرر والقيام بواجبها قبل أيام قليلة كان أبو العبد أشداء قياديا بارزا في هيئة تحرير الشام لكن الحال تغير لأم ولم يتوقف الفشل الذي نتج عن سياسة القيادة على تطفيش بعد بثي أشداء تسجيله مصورا اتهم خلاله ليئة بالفساد المالي والإداري أصدرت تحرير الشام بيانا قالت فيه إنها فصلت أبو العبد من منصبه وأحالته للقضاء العسكري لديها بسبب كذبه فيما قال بيان الهيئة تبيعه قيام مجموعة أمنية بتطويق مقر يتواجد به أشداء في منطقة ريف المهندسين غرب حلب ليتم اعتقاله واقتياده إلى مكان مجهول بحسب مصادر خاصة لنداء سوريا اعتقال أشداء كان قد سبقه اعتقال الجهاز الأمني لتحرير شام الناشط الإعلامي أحمد رحال من داخل منزله في مدينة إدلب أمر أكدته زوجة رحال في مقابلة مع صحفي الأمريكي بلال عبد الكريم هون صار يقولوا لأنه نحن الأمنية صرت له أنه يعني وإذا أنتوا الأمنية ومنها الحكي هون صار يسألوني عن أغراض أحمد بدهم لابتوب بدهم الكاميرا بدهم الموبايل الهيئة اعتقلت أيضا الناشط محمد جدعان على حجز لها قرب قرية بيدر شمس بريف إدلب لأسباب مجهولة بعد أن أطلقت النار عليه وأصابته بجروح بعد عمليات الاعتقال المتتالية أصدرت الهيئة بيانا أكدت فيه أنها من الممكن أن تخطئ وأنها تعمل على تشكيل لجنة رقابة عليا تتمتع بصلاحية واسعة تضم شخصيات من أهل الحل والعقد في شمل المحرر على حد تعبيرها اشتركوا في القناة